موسيقى من فضاية العراق التربوية نرحب بكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط ونقدم لكم درسا جديدا في الفيزياء درسنا لهذا اليوم هو الدرس الأول في الفصل الثاني بعنوان المغناطيسية عزيز الطالب موضوع المغناطيسية موضوع بسيط وغير معقد وإن شاء الله ستشوفه من خلال شرح هذا الفصل وهذا الموضوع بدايته منذ 25 قرن تقريبا اكتشف اليونانيون معدنا له القابلية على جذب القطع الحديد إليه وهذا المعدن أطلق عليه اسم الماغنيت وهذا المعدن بعد أن اكتشفوا أنه له القابلية على جذب القطع الحديدية إليه وسمي بالماغنيت هذا المعدن اكتشفوا أنه عبارة عن أوكسيد الحديد الأسود إذن هذا نقدر نقول عليه مغناطيس طبيعي وهو عبارة عن أوكسيد الحديد الأسود وسميه فيما بعد بالحجر المغناطيسي إذن هذا نقدر نقول عليه مغناطيس طبيعي المغناطيس الطبيعي هو عبارة عن أوكسيد الحديد الأسود الذي يطلق عليه بالحجر المغناطيسي والذي تم اكتشافه من قبل اليونانيين واستخدموا العرب أيضا كحجر مرشد في السفن وإن شاء الله سنتعرف بعد قليل عن كيفية استخدام هذا المغناطيس أو هذا المغانط في حركة السفن هذا بالنسبة كمقدمة بسيطة إلى موضوع المغناطيس طبعا المغناطيس يتكون من أشكال مختلفة طبعا هذا المغناطيس الذي يتكون من أشكال مختلفة هو مغناطيس الصناعي الذي غالبا ما هو موجود في حياتنا العامة هذا المغناطيس الصناعي يوجد بأشكال مختلفة لأغراض مختلفة لتجارب أو ما شابه ذلك هذا المغناطيس الصناعي يكون بأشكال مثل ما قلنا يأما على شكل حرف يو أو على شكل شاق مستقيم نقدر ناخذ هذا على شكل سؤال بسيط عزيز الطالب سؤال تصنع المغناط الصناعية بأشكال مختلفة ما الغاية من ذلك ما الغاية من ذلك هذا هو السؤال عزيز الطالب بالنسبة إلى المغناط الصناعية احنا ذكرنا المغناط الصناعية تكون يأما على شكل ساق مغناطيسي أو على شكل حرف يو أو بأشكال مختلفة أخرى ممكن تكون موجودة في التجارب أو في أي شيء مشابه طبعا الجواب هنا تصنع المغناط الصناعية بأشكال مختلفة ما الغاية من ذلك هذا هو السؤال وذلك تبعا لاستخداماتها أو استخدامات هذه المغناط المختلفة في كثير من الأجهزة المتنوعة أو المختلفة هذا هو الجواب لهذا السؤال نأخذ السؤال آخر هو ما هي استخدامات المغنط أو ما الغاية من استخدام المغنط أو ما فائدة المغنط هذه طبعا السؤال ممكن يجي بأكثر من صيغة سؤال نقدر نقول تلعب المغناطيسية تلعب المغناطيسية دورا مهما في حياتنا اليومية وضح ذلك مبينا استخدامات المغنط أو استخدامات المغناطيس هذا هو السؤال وممكن نصيغة بصيغة أخرى هي ما فائدة المغنط أو ما الفائدة العلمية لهذه المغنط أو ما هي استعمالات هذه المغنط يعني عزيز الطالب هذا السؤال ليس شرط يجيك بصيغة محددة وتتقيد بي ممكن يكون إلى أكثر من صيغة الجواب لهذا السؤال هو تلعب المغناطيسية دورا مهما في حياتنا اليومية وضح ذلك مبينا استخداماتها أول نقطة هي لأنها تدخل في كثير من الصناعات منها 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 أولا المغنط الصناعية الكهربائية الكهربائية الضخمة التي تستعمل لرفع قطع الفولاذ أو حديد الخردة السكراب طبعا هذه يعني ممكن تكون شايفة عزيز الطالب في الأفلام المغانط الصناعية الكهربائية الضخمة تستخدم في رفع الفولاذ والحديد الخردة من أماكن من أماكنها مثل ما شايفيها بالأفلام يكون المغناطيس موجود وإلى القابلية على سحب قطعة الحديد الخردة من الأرض بواسطة القوة المغناطيسية الكهربائية اللي يمتلكها هذا المغناطيس هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية في السماعة اللي هي مولدات الصوت كلكم شايفين عزيز الطالب السماعات اللي موجودة في الراديو أو المسجل أو التلفزيون أو سماعات الأذن عبارة عن مغناطيس هذه السماعات هي كلها عبارة عن مغناطيس فلذلك تستعمل أيضا المغناطيسية تستعمل في السماعة اللي هي مولدات الصوت النقطة الثالثة في المولدات والمحركات الكهربائية المولدات والمحركات الكهربائية وطبعا هذه إن شاء الله رح نتناول مواضيعها في دروس قادمة أخرى إن شاء الله أو في مراحل متقدمة النقطة الرابعة أيضا مثل ما ذكرنا يستخدم فيه التلفاز وأجهزة التسجيل الصوتي هذا اللي إحنا نقدر نقول عليه الشريط المغناطيسي أو الكاسية اللي موجود عندنا بالأسواق عبارة عن شريط ممغناط النقطة الخامسة في الحروف المطبعية للآلة الكاتبة الآلة الكاتبة في الحروف المطبعية للآلة الكاتبة أيضا تستخدم المغناطيس لهذه الحروف تكون ممغناطة بحيث تطبق على الورقة وتطبع الحرف والنقطة السادسة تستعمل أيضا في بوصلات الملاحة طبعا تستخدم في بوصلة الملاحة لغرض معرفة الطريق في الملاحة البحرية لمعرفة اتجاه الشمال واتجاه الشمال الحقيقي واتجاه الجنوب أيضا طبعا بالنسبة إلى البوصلة البوصلة اللي هس عرفنا هي بها مغناطيس واستخدامات مغناطيسية بوصلة الملاحة هذه عبارة عن أبرى مغناطيسية هذه هي الأبرى المغناطيسية تدور بحرية حركة دورة كاملة وتكون مستندة أو تستند على عمود مدبب هذه هي الأبرى المغناطيسية هذا اتجاهها يشير إلى الشمال وهذا اتجاه يشير إلى الجنوب هذه الأبرى المغناطيسية تكون حرة الحركة لمعرفة الاتجاه من خلالها ومثل ما قلنا تستند على محور عمودي أو مدبب هذه هي الأبرى المغناطيسية ويكون أساس عملها تعتمد في أساس عملها على الخواص المغناطيسية هذا بالنسبة إلى الأبرى المغناطيسية الموضوع الثاني اللي موجود عندنا عزائي الطلبة هو المواد المغناطيسية المواد المغناطيسية تصنف إلى ثلاثة أصناف وفقا لخواصها المغناطيسية فهذه المواد هي البارا مغناطيسية والدايا مغناطيسية والمواد الفيرو مغناطيسية راح أكتبها على الصبورة على شكل مقارنة ونبين لك الرسم اللي خصها أول شيء دعنا نكتب سؤال ما هي المواد المغناطيسية يريد يعرف المواد المغناطيسية المغناطيسية أو المواد المغناطيسية هي ثلاث مواد واحد ثلاثة المواد الدايا مغناطيسية والمواد البارا مغناطيسية والمواد الفيرو مغناطيسية طبعا السؤال أو نوضحه بشكل أدق هو ما هي أنواع المواد المغناطيسية ما هي أنواع المواد المغناطيسية مثل ما عرفنا ثلاث مواد الدايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية والفيرو مغناطيسية إذا نجي نقسمها الدايا مغناطيسية هذه مواد النقطة الأولى هذه المواد تتنافر مع المغناطيس القوي يعني مو أي مغناطيس تتنافر فقط مع المغناطيس القوي بينما بينما المواد البارا مغناطيسية هذه تتجاذب تتجاذب مع المغناطيس القوي طبعا هنا تتنافر مع المغناطيس القوي لكن شنو هو نوع التنافر تنافرا ضعيفا إذن تتنافر المواد الدايا مغناطيسية مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا بينما المواد البارا مغناطيسية تتجاذب مع المغناطيس القوي لكن تجاذب ضعيف إذن تجاذب تجاذبا ضعيفا هذا هو المقارنة البسيطة بين المواد الدايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية أما الفيرومغناطيسية الفيرومغناطيسية فهذه المواد تتجاذب أو تنجذب عفوا تنجذب هذه المواد تنجذب نحو المغناطيس الاعتيادي مول قوي هنا الاعتيادي لأنها تمتلك قابلية تمغنط عالية إذن هذه المواد الفيرومغناطيسية تنجذب إلى المغناطيس الاعتيادي بينما الدايا مغناطيسية تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا والبارا مغناطيسية تتجاذب مع المغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى النقطة الثانية من أمثلة المواد الدايا مغناطيسية الفسفور الفسفور والزنك الرصاص القصدير إلى آخره من المواد الدايا مغناطيسية بينما من أمثلة المواد البارا مغناطيسية البلاتين البلاتين الزجاج الأوكسجين السائل إلى آخره من المواد البارا مغناطيسية أما المواد الفيرو مغناطيسية من أمثلتها الحديد النيكل الكوبلت وإلى آخره من المواد الفيرو مغناطيسية النقطة الثالثة عزيز الطالب ستبين رسم المجال المغناطيسي لهذه المواد هذا هو مادة دايا مغناطيسية عند وضعها داخل مجال مغناطيسي فأن شكل خطوط المجال المغناطيسي سوف يكون بالشكل التالي هذا هو شكل خطوط المجال المغناطيسي مثل ما تلاحظ عزيز الطالب صارت هذه الخطوط بشكل منحنيات لكن لم تمر داخل هذه المادة الدايا مغناطيسية مثل ما تلاحظها في هذا الشكل هذا بالنسبة إلى رسم أو هذه النقطة الثالثة للمواد الدايا مغناطيسية أما المواد البارا مغناطيسية نقدر نرسمها بالشكل التالي هذه هي المادة الدايا مغناطيسية حفوان البارا مغناطيسية راح نلاحظ خطوط المجال المغناطيسي راح تكون كلها بشكل خطوط مستقيمة ومتوازية وتخترق هذه المادة لكن بنسبة قليلة مثل ما تلاحظ في هذا الشكل هذا هو الشكل يبين لي كيف أن المواد البارا مغناطيسية تتجاذب مع المغناطيس القوي وهذه خطوط المجال المغناطيسي لهذا الرسم أما النقطة الثالثة بالنسبة للمواد الفيرا مغناطيسية راح نلاحظ هذه الحلقة راح تكون خطوط المجال المغناطيسي بالشكل التالي تخترقها بعدد كبير بالشكل التالي هل لاحظ هذه الخطوط أيضا تكون متوازية خارج هذه المادة لكن في داخل هذه المادة راح نلاحظها خطوط تخترق هذه المادة وتكمل مسيرها بالشكل التالي هذا دلالة على أنه هذه المواد تنجذب إلى المغناطيس الاعتيادي وليس المغناطيس القوي مثل ما تلاحظ هذه من الجهة العليا ومن الجهة السفلة هذه هذه خطوط المجال المغناطيسي التي تمر في هذه المادة الفيروم مغناطيسية مثل ما في هذا الشكل هذه مقارنة بسيطة إلى المواد المغناطيسية الدايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية والفيروم مغناطيسية قلنا الدايا مغناطيسية تتنافر مع المغناطيس القوي تنافرا ضعيفا ومن أمثلتها الفسفور والزنك والرصاص إلى آخره من المواد وهذا هو رسم شكل مبسط للمواد الدايا مغناطيسية وهذه خطوط المجال المغناطيسي أما المواد الدايا البارا مغناطيسية فهي تتجاذب مع المغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا ومن أمثلتها البلاتين والزجاج والأوكسجين السائل وإلى آخره من المواد وهذا هو شكل مبسط إلى المواد البارا مغناطيسية وهذا مثل ما اللاحظ أيضا هي خطوط المجال المغناطيسي أما المواد الفيرومغناطيسية فهي المواد يعني نقدر نقول عليها تختلف عن الدايا والبارا بكونها تنجذب نحو المغناطيس الاعتيادي وليس القوي وتمتلك قابلية تمغنط عالية ومن أمثلتها الحديد والنيكل والكوبلت إلى آخره من المواد وهذا هو الشكل المبسط للمواد الفيرومغناطيسية وهذه هي خطوط المجال المغناطيسي عزيز الطالب ننتقل لدينا موضوع آخر هو موضوع الأقطاب المغناطيسية كل مغناطيس له قطبان قطب مغناطيسي شمالي أو باحث عن الشمال وقطب مغناطيسي جنوبي أو الباحث عن الجنوب إذن هذا القطب المغناطيسي نقدر نعرف بأنه هي المنطقة الموجودة في المغناطيس وتكون فيها القوة المغناطيسية أعظم ما يمكن فنقدر نوضحها بالشكل أو نقدر نعرف التعريف هذا موضوع الأقطاب المغناطيسية نقدر نعرف الأقطاب المغناطيسية مثل ما ذكرنا أنه القطب المغناطيسي نقدر نعرف بأنه هو منطقة في المغناطيس أو هو المنطقة الموجودة في المغناطيس يكون يكون عندها مقدار القوة المغناطيسية أعظم ما يمكن بأعظم ما يمكن إذن هذا هو تعريف القطب المغناطيسي هو منطقة في المغناطيس يكون عندها مقدار القوة المغناطيسية بأعظم ما يمكن هنا للمغناطيس للمغناطيس قطبان إذن عرفنا أنه المغناطيس له قطبان أحدهما يسمى بالقطب قطب المغناطيسي الشمالي اللي نقول عليها القطب الباحث عن الشمال والقطب المغناطيسي الجنوبي القطب الباحث عن الجنوب عزيز الطالب نقدر نعبر عن الأقطاب المغناطيسية برموز فحتى نعرف رمز كل قطب رح نقدر نقول أن يمثل القطب المغناطيسي الشمالي إذن رمز القطب المغناطيسي الشمالي هو أن و أس رح يمثل القطب المغناطيسي الجنوبي إذن أن يمثل القطب المغناطيسي الشمالي طبعا حرف أن مأخوذ من كلمة نورث ليتعني الشمال فأن هو يمثل القطب المغناطيسي الشمالي و أس هي القطب المغناطيسي الجنوبي وحرف أس مأخوذ من كلمة ساوث اللي هي جنوب إذن عرفنا الأن والأس هنا ناخذ ملاحظة بسيطة لا يوجد قطب مغناطيسي منفرد لا يوجد قطب مغناطيسي منفرد يعني ما يقدر أحصل على قطب شمالي وحده أو قطب جنوبي وحده فإذا قطع المغناطيس إذا قطع المغناطيس إلى عدد من القطع إذا قطع المغناطيس إلى عدد من القطع سواء كانت كبيرة أو صغيرة لا يمكن الحصول فإذا قطع على قطع عدد من القطع صغيرة أو كبيرة لا يمكن أو فإن كل قطع عفوا فإن فإن كل قطعة تمتلك تمتلك قطبين مغناطيسيين أيضا أيضا قطب شمالي وقطب جنوبي طبعا الشكل الموجود عندك بالكتاب عزيز الطالب صفحة 36 أنه لا يمكن الحصول على قطب مغناطيسي واحد منفرد لأنه كلما قطعنا المغناطيس أو الساق المغناطيسي إلى عدد من القطع صغيرة أو كبيرة كانت فإن كل قطعة من هذه القطع تمتلك قطبين مغناطيسيين أحدهما شمالي والآخر جنوبي ومثل ما تلاحظ هذا الشكل الموجود عندك في صفحة 36 في الكتاب شكل رقم 10 فعزيز الطالب إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله في دروس قادمة أخرى ونكمل معكم الفصل الثاني اشتركوا في القناة